ترجمة نانسي قنقر أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه والأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة منتسبي وزارة الداخلية أسمى آيات التهاني والتبريكات في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا وهي مرور خمسة وعشرين عام على تولي جلالته مقاليد الحكم والتي تعد فصول عمل وإنجاز في كتاب الوطن يستذكر المواطنون في هذا اليوم 6 مارس 1999 مبايعة الشعب لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلفا للمغفور له صاحب العظم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بعد مسيرة عطرة عزز ما بناه الآباء والأجداد بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء وها نحن اليوم نعيش أجمل اللحظات مع ملك اختصر الزمن بعظيم الإنجازات بفكره الوثاب الذي طوع بحكمته ونفاذ بصيرته كل الصعاب وما الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور خمسة وعشرين عام على تولي جلالة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم إلا حصار سنين من قائد ملهم نذر نفسه لخدمة وطنه ومحبة شعبه بعزيمة لا تلين وقوة الواثق الأمين الذي جسد الإخلاص الوطن بالعمل ومواصلة البناء والتقدم بشحذ الهمم إن هذه المناسبة هي مبعث أملنا نستلهم منها معالي سامية ودلالات وطنية راسقة وقيم بحرينية أصيلة بدءا من قيم الولاء ومفردة الانتماء وثنائية الوفاء بين القائد وشعبه ومرورا ببناء الشخصية الوطنية البحرينية الواعية وصورتها الزاهية في البذل والعطاء وأنموذجا في تحويل الصعاب والتحديات إلى فرص وإنجازات وانتهاءا بعنوان قوة الدولة وحاملة رسالة النهضة وتماسك مؤسساتها ومتانة الوحدة الوطنية ركيزة الأمن والأمان وأداة التنمية والازدهار ولا شك إن حماية المنجزات الوطنية واجب يحتاج جهودا مخلصة وحثيثة تتخذ من الألم منهجا والعمل طريقا والإخلاص واجبا والتطور اسلوبا لا سيما فيما تشهده المملكة من نهوض ونماء في جميع مناحي الحياة في إطار ما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعى من متابعة واهتمام وعمل وطني دو وخلال هذه السنوات الخمسة وعشرين وتنفيذا للرأى الملكية المستنيرة كانت الأولوية المحافظة على كرامة الإنسان واحترام مشاعر الناس وحماية حقوقهم إطارا للعمل الأمني وأصبح التطوير والتحديث أساسا لتكون شرطة البحرين شرطة عصرية تعمل بمهنية وانضباطية عالية في تغنيم كافة الخدمات الإنسانية فما حققته شرطة البحرين من إنجازات إنما هو بدعم موصول من لدن جلالة أيده الله وجاءت هذه الإنجازات تلبية للطموحات التي ترقى بالوطن نحو مدارج الرفعة والكمال وهي خطوة مباركة على طريق سياغة المستقبل بأمن وأمان ورخاء ختاما فإنني في هذه المناسبة الوطنية وبما تحمله من قيم الولاء والأنتماء أجدد لقاء للوطن ورمز وحدته الوطنية ملكنا المعظم سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه الأهدى والولاء ومواصلة العطاء وصون الأمانة لتبقى البحرين عزيزة شامخة ترجمة نانسي قنقر